اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تتأثر بأشعة الشمس وهو من المشاريع النادرة والتي لا يقوم بها عادة إلا رسام أو فنان تشكيلي ولكن مع هذه الآلة تستطيعون من خلالها رسم ما ترغبون به على الجدران بأشكال رائعة وجذابة مميزات المشروع تقوم المكينة باطباعة أي لوحة بطريقة مباشرة على الحائط لأي صورة تختارها مناظر طبيعية أو صور أطفال أو صور صلصية الأبعاد صور الشخصية صور الزفاف بأي مقاس بنفس دقة الصورة الفوتوغرافية بالتكنولوجيا اليابانية وبأقل سعر وأفضل تكلفة وأفضل من وراء الحائط إنها كمان بتقدر تستطيع التباعة على الجدران الملونة وعلى جدران الطوب العادي والطوب الأحمر والجدران الإسمنتية والخرصانية كمان بتقوم بالتباعة اللجهات للهيئات الحكومية والشركات والتباعة بقاعات المؤتمرات والاجتماعات وأسوار الحضائق والمدارس والمستشفيات كمان هي فكرة جديدة يعني الطلب عليها كتير حاليا دلوقتي وعدد الماكينات اللي موجودة في مصر قليل جدا الطباعة بتتم بأحجار زيتية UV ما بتتأثرش بالمياه أو الحرارة وتجف مباشرة بعد الطباعة الآلة بتستطيع طباعة جدار عرض 6 متر في ارتفاع 3 متر متطلبات المشروع بتحتاجوا في المشروع دوت لمكينة واحدة للرسمة على الجدران بتحتاجوا اللابتوب أو كمبيوتر ويمكن الاستغناء عنه البحث في النتة عن صور ذات نسق ثلاثي أبعاد وجذابة ونسخها على فلاشة ووضعها في الآلة وسوف تقوم تلقائيا بالرسمة على الجدران بكل سهولة بالإضافة إلى مجموعة من الأحبار المستخدمة في الآلة وهي ألوان أربع ألوان أو خمس ألوان حسب اختياركم يمكن وضعها في خرطوش الأحبار بالآلة بكل سهولة وهي متوفرة في الأسواق مواصفات المكينة حاسب مهيئ بآلات وبرمجيات جهزة مسبتة مجهز بأضواء اللي دي لمعالجة لنموذج الأشعة فوق المنفسجية يمكن طيها وحملها مسهولة لحملها داخل السيارة والشحنات الصغيرة لا تحتاج إلى تنظيف يمكن تركها بدون عمل لمدة شهرين بدون تأثر تأثير على المكينة أو على الأحبار الموجودة فيها المكينة مزودة بلوحة مفاتيح واموز ويرلس المكينة مزودة بزراع أفقي مزدوج لسبات ولسهولة حركة الهد عليه وأيضا الزراع الأفقي مفصلي لسهولة التنقل جسم المكينة مصنع من الصاج المحمل وليس الخفيف فيه مكينة واحد هد ومكينة اتنين هد ومكينة تلاتة هد يفضل لاتنين هد أنواع المكينات مكينة بتستخدم أحبار وطرباز ودي بتطبع على الحوائط فقط سواء داخلية أو خارجية ومكينة بتستخدم الأحبار UV وبتطبع على الحوائط وكذلك الزجاج والخشب والصراميك ودي الأفضل طبعا الحصول على المكينة وأسعار يمكنكم الحصول على المكينة من سوق علي بابا أو أي سوق أعلامي مثل أمازون وغيرها من الأسواق وسأضع لكم رابط الآلة لمعرفة مواصفاتها بدقة من الموقع في أول تعليق مسبد سعر المكينة 8600 دولار من خارج مصر أو من داخل مصر من 250 إلى 270 ألف جنيه اتنين هد وبستطاعاتكم استرجاع رأس المال في خلال مدة وجيزة جدا بهذه المكينة هناك الكثير من المميزات لهذه المكينة ويمكن عمل مشروع كبير منها وجاني أرباح خيالية من خلالها في حال رغباتكم يكونوا حصول على المكينة من مورد محلي اكتبوا في جوجل أرقام شركات بيع المكينة للطباعة على الحائط هيطلع أكتر من شركة تقدر تختار أقرب وأنسب شركة لكم ولو حبيتهم أرشح لكم حد ممكن اكتبوا في التعليقات ونسيب لكم الأرباح المتوقعة من المشروع بالنسبة لأحبار اللي بتستخدم في المكينة فتكلفتها للمجموعة ولمجموعة خمس ألوان قيمتهم 200 دولار بسعر ديسمبر 22 حوالي 5000 جنيه مصر المجموعة دي بتنفذ رسمات لمساحة فعلية 160 متر مربع يعني تكلفة المتر هنا بيكون حوالي 31 جنيه ويسيبك بقى من أي حد يقولك 8 جنيه و10 جنيه لا دي الواقع 31 جنيه تقريبا متوسط سعر تنفيذ المتر المربع من 130 جنيه إلى 150 جنيه يعني متوسط ربح المتر تقريبا حوالي 100 جنيه المكنة بتستغرق ساعة واحدة في رسم صورة بمساحة 3 مطار في 4 مطار يعني حوالي 12 متر اللي 12 متر بتنفذه الساعة مثلا لو طلب تنفيذ رسمة على الحاقة مساعتها 3 متر في عرض 2.5 ارتفاع يكون إجمالي المساحة دي 7.5 متر تكلفة الأحبار هنا 7.5 في 31 جنيه 232.5 جنيه قيمة تنفيذ الرسمة لو اعتبرنا أن هناخد أقل سعر 130 جنيه يبقى 7.5 في 130 ب 975 جنيه يبقى الربح هنا 975 جنيه ناقص 235 اللي هو تمام الأحبار تقريبا يعني 740 جنيه في الرسمة دي في ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات شغلية كيفية التسويق للمشروع التسويق سهل جدا ولا يحتاج إلى جهد ما عليكم سوى عرض أعمالكم بالطبعة على صفحتكم في فيسبوك وتويتر والإنستجرام ووضع أرقام موبايل للتواصل معكم عمل إعلانات موالة على الفيسبوك لعرض المكينة وصفر الأعمال التي تمت بها وذلك لأصول على أكبر عدد من العملاء فيه كثير هيتصلوا بيكم طبعا وهيطلبوا الرسم للحوائط على الجدران عندهم في غرفهم ومنازلهم وكمان الصلاة والأسوار الخارجية للأسوار بتاعة المباني بتاعتهم كمان ممكن تستهدفوا المحلات التجارية والشركات والمصانع والأسواق لرسم منتجاتهم وشعاراتهم التجارية على وجهة محلاتهم ومصانعهم وشركاتهم وكذلك الرسم داخل المباني الخاصة بهم وعمل رسمات بديعة وجميلة جدا وفي وقت خياس في الآخر اتمنى اكون شرحت الفكرة بشكل مبسط واذا عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وتشير الفيديو لأصدقائكم وجرباتكم واشكركم على حصن متابعتكم وتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح ولا تنسونا في دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة